متتبعي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة 104 من الدرس 27 القسم على عدد من رقم واحد la division par nombre à un seul chiffre أكتشف وأتمرن تمرين الأول وزع مدير المدرسة 64 حكاية على أربعة أقسام بالتساوي الأربعة الأقسام بالتساوي أحسب عدد الحكايات التي توصل بها كل قسم نقلنا مدير المدرسة وزع 64 حكاية على أربعة دي الأقسام بمعنى نقسم 64 على أربعة فسنقسمه 64 على أربعة لاحظوا 64 10 20 30 40 50 60 زائد أربعة 64 نقسمه على أربعة أولا أقسم العشرات ونقسم العشرات نأخذ عشرة ونحطوا لهذا القسم عشرة لهذا القسم عشرة للقسم الثالث وعشرة للقسم الرابع فهذه يبقى عندنا جوجة دي الألعشرات وربعة دي الألوحدات أجمع وأبادل وأقسم الوحدات إذن هذه العشرة هذه الجوجة دي الألعشرات هذه نردوها موحدات وكل قسم سأعطيه جوج أربعة ستة جوج أربعة ستة جوج أربعة ستة جوج أربعة ستة يساوي أربعة وستون إذن العمل اللقمنا بها أربعة وستون قسمنا على أربعة فالمقسوم هو أربعة وستون والمقسوم عليه أربعة نقسمه أربعة وستون على أربعة فلاحظوا الطريقة اللي كنديرو بها القسمة كنقول لدينا رقم واحد في المقسوم عليه أخذ رقم واحد في المقسوم ستة فيها كم من أربعة ستة فيها شحد دي الرابعة فيها واحد وكنكتبوا واحد 1 في 4 6 نقص 4 2 ثم نزلو بال4 كم عندنا هنا 24 فيها كم من 4 ايش دولة ضربة دي الاربعة اذا 4 في 5 24 في 6 24 24 24 24 24 0 فبالتالي كل قسم ستة عشر حكاية وما تبقى النتجي حكاية اذا 4 و 6 ايش كي يساوي يساوي 4 في 16 زائد كم زائد صفر فالباقي صفر ثانيا اشترت عائشة 3 شجيرات اشترت 3 ديال الشجيرات لها الثمن نفسه كل شجيرة عندها نفس الثمن ديال الاخرى ما هو ثمن شجيرات الواحدة اذا ادت 45 درهم ثمنا للشجيرات الثلاث اذا اشترت شجيرات بـ 3 بـ 45 درهم وعلما ان ثمن ديال الشجيرات هو نفسه فشحال ثمن ديال الشجيرة الواحدة لاجاد ثمن الشجيرة الواحدة سنقسم 45 درهم على ثلاثة عندنا اولا عندنا 45 درهم 10 20 30 40 زائد 5 45 درهم قد نقسمها على ثلاثة اقسم العشرات اولا ناخد عشرة 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 سنظر 15 درهم على ثلاثة فسrijنا خمسة ديال الدرهم خمسة ديال درهم خمسة ديال درهم يعني عشرة درهم زائد خمسة درهم عشرة درهم زائد خمسة درهم عشرة درهم بمعنى 15 زائد 15 زائد واحدة ثمن الشجيرة الواحدة خمسة عشر درهم كل شجيرة التمنذلة خمسة عشر درهم ثلاثة ديال الشجيرات خمسة وأربعون درهم نمر إلى الصفحة مئة وخمسة أستثمر أستعمل المكعبات والقطبان وأستعين بها وأكمل قسمة اثنان واربعون على ثلاثة إذن سنقسم اثنان واربعون على ثلاثة باستعمال المكعبات والقطبان أقسم العشرات على ثلاثة إذن سنقسم العشرات على ثلاثة فلدينا اثنان واربعون على ثلاثة فأولاً نبدأ بقسمة العشرات أربعة ديال العشرات مش حال فيها من ثلاثة حال فيها واحد واحد في ثلاثة ثلاثة عشر 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 وسبقنا 10 وجوش ديلمكعبات إذن 10 10 ديلمكعبات زائد جوش ديلمكعبات إثنى 10 مكعب إذن أحصل على 3 مجموعات في كل مجموعة 10 واحدة بقيت 10 واحدة وبادلها بعشر وحدات و أحصل على 12 وحدة أحصل على 12 مكعبات مكعبا أقسم الوحدات على ثلاثة ثم نقسم الوحدات إذا نحصلنا على اثنى عشر مكعب هذه نقسمها على ثلاثة اثنى عشر ميش حال فيها من ثلاثة فيها أربعة إذا أربعة فأربعة في ثلاثة اثنى عشر اثنى عشر ناقص اثنى عشر يساوي الصفر أحصل على مجموعات من أربع وحدات وعشرة واحدة ولم تبقى أي وحدات فكننا حصل على مجموعات ثلاثة ديلا المجموعات من أربعة عشر وحدة وما بقتنا احتشي وحدة يعني احتشي مكعب ما بقنا فإثنان وأربعون على ثلاثة يساوي أربعة عشر إذن خارج إثنان وأربعون على ثلاثة هو أربعة عشر من اللي نقسمه إثنان وأربعون على ثلاثة نحصل على أربعة عشر يمكن كذلك إنجاز هذه العملية بطريقة أخرى فلاحظوا تبعوا معيك يا فشد النجزة إثنان وأربعون على ثلاثة يثنين واربعين إشحل فيها من ثلاثة نقول لدينا رقم واحد في المقسوم عليه أخذ رقم واحد في المقسوم أربعة فيها كم من ثلاثة فيها واحد واحد في ثلاثة ثلاثة ثم كندروا أربعة ناقص ثلاثة واحد وكننزلوا بإثنان كنقولوا إثنان عشر فيها كم من ثلاثة إجدوا الضرب ديال ثلاثة ثلاثة في أربعة إثنان عشر إثنان عشر ناقص إثنان عشر صفر إذن إثنان وأربعون على ثلاثة هي أربعة عشر والباقي صفر أربعة وثمانون على ثلاثة أربعة وثمانون نشحل فيها من ثلاثة ثلاثة في ستة تمانية عشر ثلاثة في سبعة واحد وعشرون ثلاثة في تمانية أربعة وعشرون أربعة وعشرون ناقص أربعة وعشرون يساوي صفر الخارج تمانية وعشرون والباقي صفر ثم بنفس الطريقات نقسمه ستة وستون على ستة بإمكانكم تحبسوا الفيديو وتنجزوا ما أتبقى من العملية لدينا رقم في المقسوم عليه أخذوا رقم في المقسوم ستة فيها كم من ستة فيها واحد واحد في ستة 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 ناقص ستة صفر والنزلوا بستة ستة فيها كم من ستة فيها واحد واحد في ستة 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 ناقص ستة يساوي صفر الخارج 11 والباقي صف 85 نقسمها على 5 لدينا رقم في المخصوم عليه 8 فيها كم من 5 فيها 1 لأن 2 في 5 10 و 10 أكبر من 8 ناخد فقط 1 في 5 8 ناقص 5 3 35 فيها كم من 5 7 فيها 5 35 35 35 يساوي 0 الخارج 17 والباقي 0 ثم 75 نقسمها على 5 لدينا رقم ناخد رقم في المخصوم 7 فيها كم من 5 فيها 1 1 في 5 7 ناقص 5 2 ننزله بال5 25 فيها كم من 5 5 فيها 5 لأن 5 في 5 25 25 25 ناقص 25 0 الخارج دي القسمة الأولى 28 قسمة الثانية 11 ثالثة 17 والرابعة 15 أما الباقي جميع العمليات الباقي سفر أتذكروا أتذكروا لقسمة 65 على 5 أستعين بالمكعبات والقطبان لأن باش نقسمه 65 على 5 يمكننا نستعنه بالمكعبات والقطبان لأن ستاديا العشارات شحل فيها من 5 ستاديا العشارات قد نقسمها على 5 يعني كل مجموعة تجي فيها 1 10 10 10 10 10 1 3 4 5 6 فقط نقسمها على 5 فقط ماشي 6 10 10 10 10 10 1 3 4 5 ثم ستبقلنا 10 زائد 5 هذه المكعبات هي 15 مكعبا نقسمها على 5 3 3 3 3 3 هي 15 إذن كل مجموعة نحصلها فيها على 13 مكعبا ف5 وستون على 5 هي 13 إذن نجدها بالطريقة التي نشفنا في التمرين الثاني إذن 5 وستون على 5 لدينا رقم في المقسوم عليه أخذوا رقم في المقسوم 6 تشحل فيها من 5 1 1 في 5 5 6 نقص 5 1 أنزلوا ب5 15 فيها كم من 5 فيها 3 3 في 5 15 15 15 نقص 15 يساوي 0 إذن المقسوم هو 65 المقسوم عليه 5 الخارج 13 والباقي 0 المقسوم لديفيدوند المقسوم عليه لديفيدوند لوكوسيون هو الخارج والباقي هو الغز وبهذا ننهي تمالي صفحة 105 نلتقي في الصفحة 106 أغضى ترجمة نانسي قنقر